حياتي مع الله أجمل مع الله تحل الحياة وقلبي ليه تباتل سياماً دعاء الصلاة نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا نصوم نقوم ونحيا ستكون في قرار نريد أن نتخذهم معاً بأن نعيش مع آيات القرآن الكريم تدبر آيات الله في هذا القرآن في شهر القرآن حياتي مع الله أجمل حياتي عن الحياة وقلبي ليه تباتل سياماً دعاء الصلاة أيام عظيمة نعيشها مع القرآن الكريم نعيش مع التلاوة ومع سماع القرآن ومع أيضاً الصلوات لكن كيف نعيش أكثر مع تدبر آيات القرآن الكريم؟ استشعر الإنسان أن الله عز وجل يكلم بهذا القرآن وإيش مع هذا القرآن؟ خطاب يناديك الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يناديك هذا خطاب الله عز وجل إليك تستشعر هذه الآيات تعرف إيش معنى هذه الآية تتأملها تعيدها إن كانت آية رحمة تسأل الله الرحمة إن كانت آية عذاب تتعوذ بالله من العذاب وإن كانت آية جنة تسأل الله الجنة وإن كانت آية نار تعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ في ليلة من الليالي يقوم الليل بآية واحدة يكررها ويبكي يكررها ويبكي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تكرر هذه الآية ويبكي صلى الله عليه وسلم سبحان الله عمر رضي الله عنه كان له خطان أسودان من خشية الله عز وجل عمر كان يتفقد الرعية في الليل وكان يتفقد الرعية سمعتالي للقرآن يقرأ والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع تأثر عمر بسبب هذه الآيات حتى عاده الصحابة الله في بيته شهرا كاملا يا الله مرض عمر عندما سمع هذا القرآن يتلى أحبابي عمر عرض القرآن على قلبه وهناك رجل آخر اسمه الفضير بن عياض سمي الفضير بن عياض عابد الحرمين تعلمون أحبابي أن الفضير بن عياض كان سارق واهتدى بآية واحدة عندما عرض القرآن على قلبه تأثر وتاب حتى أصبح عابد للحرمين يوم من الأيام أراد أن يسرق وصعد إلى بيت يريد أن يسرق منه فسمعتالي للقرآن يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق تعلمون ماذا قال الفضير وهو على الحائط وهو فوق منزل الذي يريد أن يسرق منه قال بلى قد آن بلى قد آن أحد الصالحين يقول كنته في المسجد يعني مثل مريح مسدها ويسمع رجل يصلي قيام الليل وهو يصلي إياك نعبد وإياك نستعين يقول أنا استيقاط وقعت تسمع إياك نعبد وإياك نستعين ويكرر يقول ما استطعت أن أنام تلك الليلة بسبب يقول فلحقت هذا الرجل إلى بيته قال ماذا فعلت به دعالتني أتأمل أكثر وأكثر في آية الله إنسان يحتاج يكرر الآية يعيش معها ويتأملها ويتدبرها ويطبقها لأن أصلاً القرآن هذا ما أنزل إلا من أجل أن يصل إلى قلبك تدبر حتى يصل إلى قلبك فيغير في حياتك ويغير في سلوكك هذا الهدف من القرآن كتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عائشة رضي الله عنها كانت تقوم الليل وكانت تردد آية وتبكي أمنا أم المؤمنين يعني قيام الليل موه للرجال فقط والقرآن موه للرجال فقط عائشة رضي الله عنها تكرر هذه الآية وتبكي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم تكرر هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل إذا سمع آية فيها تسبيح سبح وهكذا وإذا فيها عذاب تعود هذا لما يدخل الإنسان في جو الآيات الآن الآيات التي كانت تقراها أم المؤمنين عائشة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون لما الإنسان لما يقرأ هذه الآية ولا يسمعها هو في الدنيا ويعرف إن هذه الآيات تحكي حال أهل الجنة في الجنة أنا مقبل على محسين ومحسن مقبل علي والمشاهدين يا الله تذكرون لما نكون ج أنا وأنتم المشاهدين بإذن الله نقبل على بعض على أنهار الجنة وفي نعيم الجنة يا الله تذكرون لما كنا خايفين من النار تذكرون لما كنا نصوم لما نكون نصلي لما نكون نقرأ قرآن لما نكون ننفق نتسدد كل هذه الأفعال كنا نسويها خوف من النار ونريد الجنة فمن الله علينا وقان عذاب السموم لما يعرف الإنسان هذه الآيات يتكلم عن إيش وعن مين يتدبر أكثر وأكثر ويعرف قيمة هذا الكلام العظيم الشيخ علي سبحان الله يعني لعلنا نحن ونحن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى يعني استوقفتنا عدة آيات أنا يعني أريد أن أسأل يعني الشيخ علي ما هي الآية التي استوقفتك صار مضيع مجرد لا بتصحن ما في مضيع الحالة ببرنامدنا كلنا مع بعض لكن السؤال خطير الله نسأل الله أن يعني يعني يعملنا بجميل سترة ولطفة من الآيات العظيمة التي الواحد فعلا يتعملها ويستوقفها ودائما حتى يعني يستطيع الإنسان أن يتفكر كيف يحقق معنى العبودية لله والتجرب من الحول والقوة آية آية وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمْلَى اللَّهِ إذا الله عز وجرك أتك قوة ولا فضل ولا وجاهة ولا كلام ولا روحة ترى مو منك يعني هذه الآية التي استوقفت علي العجب يعني أنا أقصد أن شو شلون هذه الآية سبحان الله الواحد يلازم يتعملها كل النعم التي تتريشها في بعض الآيات تلامس واقعك وتلامس ثقاف قلبك تخليك توقف شوفه ترى قاية يتحرش فيني أنا أقول لأ أنت فينه الآية أقول الله أكبر أما الآية اللي دائما يا سبحان الله أقرأها وأتعملها كثير آية في سورة يونس الله عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من أجل ذلك شخصي أنا دائما أقرأ هذه الآية وأقول لنفسي وأقول لإخواني من أراد دار السلام من أراد دار السلام فعليه بالهداية والاستقام الله أكبر الآية أنا أقول أولا أهل الباطل قاعدين يسووا هذا الشيء والله يجعل لنا هذه الخيرات ميش سبب ذولا كذا والله عز وجل يجعل لنا هذا فوجدت الإجابة في القرآن في آية والله إني لما قريتها عرفت مقدار رحمة الله عز وجل بعبادة أهل الباطل يسووا كذا أولئك يدعون إلى النار الله عز وجل يجعل لنا هذه الخيرات والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه اتخذ قرارا بأن تعيش مع آيات القرآن في شهر غمضان لتكون حياتك مع الله أجمل اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت إلهنا إجعلنا ممن يتدبر القرآن إجعلنا ممن يفهم القرآن إجعلنا إلهنا ممن يعمل بالقرآن أهل الله وخاصتك يا رب العالمين نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن فلا شيء أحلم ذاقا كدمع يريح الجنان نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن فلا شيء أحلم ذاقا كدمع يريح الجنان حياتي مع الله يا جمل حياتي مع الحياة وقلبي ليه تباتل صياما دعاء صلاة ترجمة نانسي قنقر